ده غير الوزارة اللي في البيت لا الوزارة في البيت دي الحكومة دي الحكومة كلها مش الوزارة بس يعني عايزة عرب بقى انت عندك رئيس الجمهورية بتاعك بقى اللي هو في البيت ايوه وبيشتغل سياسة برضو جوزي مهندس مدني وعنده شغله الخاص وهو عمل ماجستير في امريكا في ماريلند يونيفورستي ومن ساعتها هو عنده شغله الخاص بي وده الحقيقة ساعدني في سفرياتي الحقيقة لما كنت ديبلوماسية لانه لازم الزوج بيبقى عقله متفتح ومتفهم لشغل السيدة وبعدين عندي تلات ولاد ولد بيدرس في امريكا في اليو اسي في كاليفورنيا عمره عشرين سنة هو تالت سنة لي وعندي ولد تاني خمسة عشر سنة وعندي ولد تالت عشر سنة اما تقابلتي بقى مع الزوج باشمهندس باشمهندس ايه حيني باشمهندس هاني انا بحييك اقولك تشرفنا وكمان سيادة الوزيرة تشرفنا برضو يعني انا بس بمناسبة الباشمهندس هاني ايوا عايزة بس اقول انه يعني اذا انا نجحت كل النجاحات دي فطبعا لا كلمي هو بقى طيب يا هاني سيبك مني الكاميرا قدام يا هاني ايوا يا هاني افضل اذا كنت انا يعني نجحت فده بيرجع ان جوزي سندني وشجعني لا اوليل هو ان انت سندني واقف معايا يا هاني ايوا ويعني بالعكس انا يعني بقى اوديله بالفضل ان هو يعني كان على طول معايا على الخط لغاية لما وصلت وما زال لان انا في دلوقتي مكسوفة تقولي انك بتحبيه وبحبك يا هاني اه يعني مش عشان يعني هي ما بقت وزيرة مش هتقوله تقوله انا بتعامل الحقيقة يعني انا بحب ان انا بتعامل بشكل طبيعي جدا جدا واحب ان انا احيا بطريقة طبيعية والوزارة دي ممكن بكرة تتشال فانا بالتالي برجع احيا الحياة الطبيعية بتاعتي فما بحبش حط نفسي في صندوق معين بمراسم معين نبيلة في الحياة العادية زي ما قلت لي انت ما بتحبيش كلمة الوزيرة وست الوزيرة ومعلي الوزيرة ويا فندم وحكاة كده لكن انا حفرح اكتر ما قلت لي معلي الوزيرة ويا فندم وحضرتك لاني كنت كده رفع راسنا نبيلة مكرم في البيت بتاعتي تطبخ؟ تطبخ؟ الحياة ما عنديش وقت تطبخ بالوقتي ما عندي لكن بتعرفي اه طبعا مش كده؟ يعني هي مجمعة مثلا اه طبعا تعملي لك اي حاجة ورق عينب تزاري ورق العينب اللي هو زي المناديل لما بنلفها كده ولا الصغرانون يا سلام وكله مقاس واحد وكله مقاس واحد وبادين بالفضل اللي حماتي انها علمتني ورق العينب بتاعها لانه هو لا يعلع لي يعيني فاخدت الوصفة منها حماتك اسمها ايه؟ اسمها امال يا ستة امال والله تشرفنا يعني سيادة الوزيرة بتقول الفضل الحماتي ان هي علمتني اعمل ورق العينب السوانن ده اللي هو رفنع كده انا مرة في شيكاجو لما كنت بغضم في شيكاجو حشيت ربعمية ورقة عينب عشان كنت عزمة الاناصر عندي في البيت وكنت عايزة اكلهم اكل مصري ربعم وعدتيهم يعيني اولادي اللي عدوهم لان هما ما صدقوش نفسهم ان انا عادة بحشي كل ده عدوا عليك ورق العينب عدوهم واخدت قد ايه؟ يوم يوم تحشي محش انا عندي صبر يعني ممكن يعني بس يدوني اجازة يدوني اجازة لا على الله وعزميني في البيت